فيه كان خبر الطائرة اللي حقيقة اللي احنا لم يتسنى لان الوقت الحلقة اللي فاتت ان احنا نقوله ولكن حياة معجزة بكل مقاييس طيارة تقع وينجو كل من فيها ويصابوا فقط بإصابات مش بس كده ده أسناء ما كانت بتقع كان فيه حد بيصور فيديو فخلينا نشوف الفيديو ونسمع الناس والطيارة خلاص بتقع أقول لكم الأول طيب قبل ما نسمع انه هي الطيارة كانت بدأ يعني كانت بالفعل أقلعت من المطار وبعد ما أقلعت من المطار حصلت مرة واحدة تغيير في الجو عاصفة شديدة جدا وبدأت ان هي عاصفة دي ضربت الطيارة فما كانتش على ارتفاع كبير ولكن الفكرة انه كان على بعد عشرة كيلو مترات من المطار بعد الاقلعة مباشرة فطبعا ما كانش ينفع غير انه ينزل تاني فده كان طبعا هبوط بشكل مفاجئ وبشكل انه يعني غريب جدا وزي ما انتوا شايفين طبعا الطائرة بعد ما هبطت هذا الهبوط المفاجئ كان على متنها سبعة وتسعين فرد بالإضافة لطاقم من أربعة أفراد وكلهم الحمد لله نجوا كان فيه إصابات ولكن الغريب انه زي ما بقول لكم يعني في الأول طبعا دي المشاهد اللي هي كان بعد سكوت الطيارة لكن تم نشر الفيديو اللي كان واحد من الركاب نزله الحقيقة واعطاه لكل مواقع المواقع الإخبارية وازعوه انه هذا الفيديو لحظة ارتطام الطائرة المكسيكية أو طائرة المكسيك بالأرض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة 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 فطبعا دي برضو حاجة كون ان هما يقدروا برضو اشادوا بانه تصرف الركاب اثناء الهبوط هذا الهبوط بهذا الشكل وانهم سمعوا الكلام والمضيفات وبرضو المصائح بتاعت الطيار فدي كلها كانت قدت انتو شفتوا برضو اول ما نزلت اللي حصل ايه ان هي دلوقتي بدأ العجل طلع وبدأت الحريقة فيها زي ما شفتوا وطبعا كان فيه برضو حد من اللي بيقولوا ان كان فيه ناس بتحاول تجيب الشنط بتاعتها اللي كانت الهندباء اللي هي بتبقى في الطيارة معاهم اللي هي الكاري اون باكس وقال لهم انتو اهم حاجة نجوا بحياتكم وفعلا دي معجزة ان الكل نجع وكان برضو التقرير بيقول على بعض الطائرات الاخرى اللي كان حصل فيها موضوع انه يعني الركاب اللي عليها كانوا نجوا بالرغم من ما تعرضت له هذه الطائرات فالحقيقة زي ما بقول لحضراتكم انه التقرير كان شامل كل شيء وانه حتى مكتوب انها معجزة معجزة نجاة هؤلاء الركاب اللي علي هذه الطائرة اللي كانت على طريقها من جواد لبي والرحلة كانت رقم اي ام تو فور سري وان والحمد لله يعني نجا كل من على هذه الرحلة فدي برضو كانت حاجة جميل حاجة تاني برضو من الحاجات اللي بيصوروها الحقيقة واللي زي ما بنقول لوقتي مع استخدام التكنولوجيا وبطارية تليفون في طائرة ازاي انها انفجرت واصارت رعب بقى جامد جدا جدا وسط الركاب برضو وده كانت نشرتها سكاي نيوز وانه السلطات في مطار برشلونة يوم الاربع اللي فات اخلت طائرة ركاب طبعا لخطوط رايان اير بعد ان اشتعلت بطارية شحن هاتف قبل الاقلاع حسبما اوضح متحدث باسم الشركة يعني ما كانتش اقلعت وجرى اخلاق ركاب الرحلة من كانت في مطار البرات وفي برشلونة وكان السبب الحريق زي ما انتم شايفين الغريب ان هما مش بيطفوها هما بيصوروها هما سيبينها مش تهل عشان يصوروها عمان دي حاجات برضو بنلزم بنقول اللي بيتم رزدها وتوزعها طبعا على كل المواقع رئيس الفلبين بقى بيدمر 68 سيارة فارها قيمتها 5.5 مليون دولار حيث اشرف الرئيس الفلبيني رودريجو دوتورتي على تدمير 68 سيارة فارها تبلغ قيمتها 5.5 في اطار الحملة اللي بيقودها على التهريب وتجارة المخدرات والفساد يعني طب العربيات دي لو هما كانت من تجارة المخدرات يعني هل معلين يعني لكن الحقيقة هو فجر دمر السيارات اللي هي قيمتها 5 زي ما انتم شايفين 5.5 مليون دولار اشرف على تدمير هذه السيارات 68 سيارة فارها مهربة طب ما كانش فيها حالة تانية غير التدمير ولكن ده جزء من حملته ضد التهرب التهريب والفساد اما في بلجيكا رجل بقى فجر نفسه في ملعب كرة قدم يعني هو بيمر بحالة نفسية بس مش عارفة ليه اختار انه يفجر نفسه جوه ملعب اقدم رجل في بلجيكا على تفجير نفسه في ملعب خالن لكرة القدم بحسب ما نقلته وكالة رويترز للانباء ده كان يوم الثلاثة الماضي وافادت الوكالة بان الرجل تقدم الى منتصف ملعب ملعب ده ما كانش فيه اي حد بيلعب في بلدة بلجيكية وفجر نفسه بكم بلا يدوية وده وصفوه بانه عمل ناتج عن حالة يأس المدعي العام قال في بيان ان الرجل هو جندي سابق يبلغ من عمر 65 عام ترك رسائل وداع في منزله القريب قال فيها انه لم يعد يتحمل حياته وكتب وصيته وصنف الادعاء موته بانه انتحار ولم يذكر اسمه واحد الشهود اللي شافه الواقع قال ان هو كان ماشي بهدوق نحو دائرة وسط الملعب فجر نفسه قبل ساعة تساعة صباحا وكان الانفجار اللي وقع ده طبعا قرب كان اثار القلق في بدء الامر وعارفين طبعا بلجيكا كانت عرضت الموجات من الارهاب ولكن في النهاية اتضح ان هو هذا الشخص فجر نفسه نوع من انواع اليأس بكم بلا يدوية نيجي بقى محتاجين نصلي من اجل حرائق كاليفورنيا الحياة استعانوا بفرقة اطفاء من استراليا ونيوزيلاندا لمكافحة الحرائق واجهزة الاطفاء الاسترالية قالت ان فرقة مكونة من نحو مئة رجل اطفاء انطلقت من سيدني في مهمة لمساعدة نزرائه والامريكيين على مكافحة حرائق الغابات العنيفة في ولاية كاليفورنيا يتوجه رجال الاطفاء الذين من بينهم نيوزيلاندا الى كاليفورنيا بعد ان زادت شدة الرياح في الجبال الوقع للشمال من مدينة سكرامنتو والحرائق شديدة جدا في هذه المنطقة تعتبر ضمن مئة حريق في انحاء تلاتاشر ولاية تعرضت لها كاليفورنيا في غرب البلاد بهذا الشكل ويا ربنا يوفقهم يا رب ونصلي يعني طبعا من اجل انه تتوقف هذه الحرائق كان برضو في درجة الحرارة في اوروبا غير طبيعية حيث يعني فعلا بتشهد كل الدول الاوروبية ارتفاع في درجة الحرارة غير مسبوك لم يحدث منذ 15 سنة الامر الملحوظ هو مستوى الكتلة الهوائية لان مركزها قادم من شمال افريكا وسوف يمر عبر شبه الجزيرة الايبيرية ويمكن ان يؤدي الى درجات حرارة قياسية يعتبر العاملون في الارصاد الجوية ان موجات الحر اصبحت اعتيادية كل عام بسبب الاحتباس الحراري الذي يسببه الانسان كما انهم يعتبرون انها ستزداد وستتكرر بشكل اكبر بسبب تغيير المناخ نتوقع زيادة في هذه الظاهرة في العقود القادمة بموجات حر متكررة وشديدة اكثر كما انه يصبك ارتفاع درجات الحرارة من الموسم اي تبدأ الحرارة الشديدة من شهر حزيران يونيو وتنتهي بوقت متأخر في شهر ايلول سبتمبر هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة دفع شركة الكهرباء اود ايف الى خفض انتاجها النووي في منطقة الرون خوفا من الحرارة الكبيرة كما ان عددا من الاحياء في مدينة نيس تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي بسبب الحرارة على شواطئ البحر وفي اماكن العطل فضل الناس الاستمتاع بعطلهم باستهلاكهم كميات كبيرة من قوارير المياه المراقبون يقولون ان ارباح شركات قوارير المياه تعيش ارتفاعا كبيرا موجات الحر الكبيرة تقلق السلطات الفرنسية خوفا على من هم اضعف من غيرهم لذلك تقوم الجمعيات والمختصون في عدد من المناطق بتقديم المياه والمشورة للمشردين في الشوارع كما هو الحال في هذه الاحياء في استغاسبوغ كما ان هذا القلق يمتد الى مراكز ايواء كبار السن الذين هم اكثر عرضة من غيرهم فيه كمان طبعا احنا كان فيه حرائق ربنا يستر على الناس على فكرة بيقوله 50 درجة وفي كل دول اوروبا يعني يمكن مش بس موضوع انه ممكن تبقى في اسبانيا والبرتغال لا في كل الدول وحتى كان فيه مشاهد انتشرت انه ازاي رجال الاطفاء بيساعدوا الناس في المانيا اثناء موجة الحر يعني الفكرة انه موجة الحر يعني لأوروبا كلها يعني وطبعا يعني بتتعرض الناس مش واخدين على الحر الشديد ده وبتبصوا تلاقيوا طبعا الموضوع هيبقى صعب جدا يعني بدأوا يرشوا على الناس مية في الطرق يعني شفتوا لدرجة ايه وطبعا فيه نصائح بينهم يشربوا مية كتير واحد في أوروبا جماعة وتبصوا تلاقيوا برضو المصائف عند البحر او عند الشواطئ تحس انك انت في اسكندرية بقى اللاية مفيش خرم يعني مفيش خرم كده الناس جنب بعضيها جنب بعضيها لانه الناس كانت بتنزل في يعني كلها نزلت لل الشواطئ البحر يعني هربا من الحر الشديد نيجي بقى استقالة وزير الحماية الوطنية بعد حرائق الغابات في اليونان حيث قدم وزير الحماية المدنية اليوناني نيكوس تساكس استقالته بعد سلسلات الحرائق المدمرة اللي اشتعلت في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا وراح ضحياتها حوالي 90 شهر مكتب رئيس الحكومة كان قال النهاردة مساء اليوم ان استقالته قبلت واوضح وزير الحماية المدنية انه جهزة الشلطة والإطفاء والحماية كانت يعني لم تستطيع موصلة عملها بعد سقوط عدد كبير من الضحايا الحرائق قدت لتدمير القسم الأكبر من منتج عماتي شرقية أسينا وفقد ألاف الأشخاص منازلهم والسلطات القضائية بتجري التحقيقات لانه كان في بعض الأمور اللي بتقولي احتمال تكون بفعل فعل فيه كمان كصوف الشمس بعد أيام على الخصوف الدامي اللي هو خصوف القمر اللي هو بيسموه القمر الدامي أو بلادي مون خصوف القمر كان طبعا أبهر العالم وشهدوه مساء الجمعة اللي فاتت والأرض هتكون مع موعد مع كصوف جزء للشمس في شمال روسيا وشمال أوروبا والأجزاء الشمالية من أمريكا الشمالية هيكون في 11 أغوطس المقبل إن شاء الله يعني بعد 14 يوم على حادثة خصوف الخصوف الدامي في السادس من يناير عام 2019 هيغطي خصوف جديد للشمس مناطق في شرقية روسيا والمحيط الهادي ولاية ألسكا وفي 21 من يناير هيكون فيه خصوف كل للقمر في أمريكا الشمالية والجنوبية وأجزاء من غربي أفريقيا وأوروبا والمدة ساعة وديئتين شايفين الأرصاد محددة لكل وقت ومحددة كل حاجة إزاي عشان بس الناس اللي كانت بتربط الموضوع بحاجات غريبة كده فكلها دي زواهر فلكية نتيجة للتحرقات الكواكب والأرض والشمس والأمر وكل الكلام ده برضو اللي هو كان كانوا أعلنوا من كام يوم كده أن المريخ كان بعد أيام يعني الكلام ده كان بتالي حصل يوم الثلاث كما قيل أنه بعد أيام من خصوف القرن اللي هو الخصوف القمر الدامي كوكب المريخ اقترب من الأرض إلى مسافة لم يسجلها علماء الفلك منذ 15 عام تعرف فلكيا باسم المعارضة العمودية وهي ظاهرة تحدث عندما يصطف الكوكبان والشمس مع وجود كوكب الأرض في المنتصف واليوم مع انقضاء شهر يوليو يقف المريخ في أقرب نقطة له للأرض قبل أن يبتعد مجددا لـ 15 عاما ثانيا في أغسطس عام 2003 كانت المسافة بين المريخ والأرض 55 مليون كيلومتر مسجلة تقاربا لن يصل إليه الكوكبان قبل عام 2287 بحسب وكالة ناسا كان من المتوقع أن يظهر الكوكب الأحمر اليوم أكبر وأكثر إشراقا في سماء الليل إلا أن عاصفة ترابية تلفه حاليا بشكل كامل ولكن الخبر السار هو أن اقتراب المريخ من الأرض لا يمكن أن يبدأ وينتهي في وقت قصير فهذه الظاهرة تدوم لمدة شهرين تقريبا ويمكن للعالم رؤية المريخ من الأرض خلال هذه الفترة بالعين المجردة حنين الشولي العربية كده بنطمنك هوا على كل الأمور الفلكية اللي بتحصل وكل التغيرات العادية الطبيعية اللي زي ما شفتوا كل 15 سنة بتحصل شايف مرة فين فالحكاية دي جماعة إيه؟ يعني اتطمنوا ما فيش أي يعني اللي إحنا فيه من التصرفات الناس والدنيا هي دي اللي بتقول لنا أواخر الأيام يعني زي من الإنجيل كتب لكن مش الحاجات الفلكية دي نروح بقى لليمن حيث تقوط لـ 58 شخص في غارة للتحالف العربي على الوحدية ده خلوا بالكوا هنا الكلام ده يعني لما بيتكلموا على إنه غارة للتحالف العربي يبقى احنا واخدينه من قنوات تابع إيران أو تابع الحوسيين لو جيت تاخدوا بها من قناة العربية ولا قناة يعني هتلاقي أن هما بيقولوا لك بيقولوا لك قناة العربية أو أي قنوات سعودية طبعا بيقولوا أن الحوسيين هم اللي قتلوا هؤلاء الأشخاص في غارة على للتحالف فكل واحد منهم بيلكل لهم على التاني واللي بيدفع التمن المدنيين للأسف الشديد وزي ما انتوا شايفين طبعا إنه 52 شخص قتلوا واصيبوا مية آخرون في غارة مين اللي عمل هذه الغارة الجوية هل هم الحوسيين ولا هو التحالف العربي المهم هي حصلت في الحديدة اليمن ومات فيها 52 شخص وكتل فيها 52 شخص وقصيب مية مين يا جماعة اللي عمل الضربة دي التحالف العربي في اليمن ينفي استهداف سوق شعبية في الحديدة وبيتهموا التحالف بيتهم الحوسيين والحوسيين بيتهموا التحالف وفي النهاية طبعا مش هنوصل لمين اللي تسبب في هذا الأمر الضربة دي كانت كان فيه التحالف نفع في صراعه مع الحوسيين الاتهامات بتنفيذ غارة جوية استهدفت سوق لبيع الأسماك وكان فيه برضو ضربة في منطقة أخرى كانت السوق بتاع السمك 26 والباقي كان اللي هو أدى للتوتل العدد كان 52 خطير برضو أيضا إنه منظمة الصحة العالمية بتحذر من احتمال تفاشي وباقي الكاليرا مجددا في اليمن بسبب تدمير البنية التحتية وهناك بقى مطالب من المنظمة منظمة الصحة العالمية إنه يتم استماح لهم بالدخول في بعض المناطق علشان يدو التطعمات والحوسيين قد ترخرهم قال لك إحنا ممكن نعمل تهدئة مش هدنة قال لك لا فيه فرق بين هدنة وتهدئة ممكن هنهدي ونسمح لهم بولدخول بس خلوا بالكم إنه التحالف العربي هو اللي مش يسمح لمنظمة الصحة العالمية بإنها تدخل فبرضو الصراع مازال مستمر وكل من الطرف الطرفين يلقي اللوم على الآخر وربنا يكون مع الناس دي ما بين القتل وما بين القلرة وما بين الجوع ويعني حقيقي فعلا ربنا مع شعب اليمن أما في أفغانستان فكان في عشرات القتلة والجرحة في تفجير مسجد بأفغانستان حيث قتلة عدد بيقال النزاد عن خمسة وعشرين شخص وأصيب أكثر من أربعين آخرين بتفجير انتحاري كان في مسجد شيعي في مدينة كرديز شرقية أفغانستان وده حسب ما أفادت الشرطة الأفغانية الشرطة قالت إن المسلحين اتنين على الأقل دخل مسجد خواجة حسن في مدينة كرديز في إقليم بكتة بكتة وكان بيصلي فيه حوالي ستين شخص صلاة الجمعة ورويترز نقلت عن شهد عيان إن المصليين من الطائفة الشيعية وكانوا بيقدوا الصلاح وأطلق النار على المصليين أكد المسؤول الحكومي عبدالله هزارات بأن من موقع الحادثة أن فرق الطوارئ جمعت نحو خمسة وعشرين جثة من المسجد وبيقال إنهم زادوا يمكن لحاجة فوق التلاتين وتم نقل المصابين إلى المستشفيات وكان الأيام اللي فاتت برضو كان حصل هجومين إرهابيين كانوا وقعوا في مدينة جلال أباد ولاية فارة غربية أفغانستان وأصفر عن وفاة نحو ستة وعشرين شخص وإصابة آخرين كمان في الفلبين مقتل عشرة في انفجار سيارة في نقطة تفتيش عسكرية بالفلبين وأنتو عارفين برضو أن داعش كانت بتنشط في الفلبين في الفترة اللي فاتت وكانوا هديوا شوية ورجعوا تاني دلوقتي بينشطوا في أماكن كتيرة وأعتقد برضو أفغانستان يمكن تجون طالبان اللي وراء هذا الأمر لكن لم يتم الإعلان عن لا الهجومين اللي كانوا وقعوا في مدينة جلال أباد ولا موضوع تفجير المسجد إلى الآن مين اللي قام بهذا الأمر نيجي بقى لتصريحات والدة بن لادن بتقول على ابنها أنه ابنها شاب جيد وصفت علياء الغانم والدة زعيم تنظيم القادة السابق أسامة بن لادن فأول مقابلة لها على الإطلاق وصفت ابنها بأنه شاب جيد تعرض لعملية غسيل دماغ وعطنك أفكار متطرفة الحديث كان لصحيفة الجارديون البريطانية قالت علياء الغانم أنه أصبح رجل مختلفا بعد أن تأثر بطاقفة دينية متشددة أثناء دراسته في أحد الجامعات السعودية أسامة بن لادن كان يوصف بأنه أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم قبل أن تقتله قوات خاصة من البحرية الأمريكية عام 2011 في هجوم على منزل كان يختبئ به في بلدة أبو تباد الباكستانية يعتقد بأن بن لادن كان له دور رئيسي طبعا في هجامة 11 من سبتمبر مما أسفر عن قتل 3000 شخص ولكن والدته بتقول أن هو كان جيد وأن هي الأفكار يعني أن هي عايزة تقول أن تربيتها كانت تربية كويسة الأفكار وغسيل المخ اللي تعرض لي طالبان تنفيء التعاون مع أمريكا في هزيمة تنظيم الدولة حيث أعلنت حرقة طالبان في أفغانستان أنها قادت على وجود تنظيم الدولة في المناطق الشمالية من البلاد وقالت حرقة طالبان أن أكثر من 150 من مقاتلي طالبان قتلوا خلال الهجوم في ولاية جوزان واستسلم عدد مماثل منهم وقالت السلطات أنها تؤكد ما قالته طالبان بشأن استسلام قائل تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان ملافي حبيب رحمن هناك جهود في أوروبا لمنع مقاتلي تنظيم الدولة من الدخول وطبعا بعد المجحات اللي بتقوم بها قوات السورية قوات الجيش السوري الحر المعارضة تحاول استياد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المنهزم ومنع أفراده من مغادرة سوريا إلى تركيا لأنهم من تركيا هيدخلوا لأوروبا بعد مقاتلي التنظيم تمكن بالفعل من النفاذ إلى تركيا ومنها إلى أوروبا وتحاول أطراف عديدة منع المقاتلين الأجانب من الرجوع مرة أخرى إلى أوروبا مقاتلون شيشان وسوريون بيعبرون الحدود من سوريا إلى تركيا وطبعا هذا الأمر في غاية الخطورة تنظيم الدولة منهار ولكن كثيرا من مقاتلي بيستسلموا أو بيقتلوا وفي نفس الوقت مقاتلوا الجيش السوري الحر بيحاولوا العثور على مقاتلي تنظيم الدولة ويحاولون منعهم من العبور إلى تركيا خبر بقى تاني كان الحقيقة في شركة ألعاب هي العرايس اللي زي باربي كده أطلقت عروسة جديدة والعروسة دي تم تصميم الدوميا وفقا للملامح أول أمريكية محجبة شاركت في الألعاب الأولمبية اللي هي ابتهاج محمد وشركة ماتل عملت باربي بس باربي مستوحى من في أعتقد صورة اللي هي مستوحى من تشبه شوية لابتهاج ابتهاج كانت أول لعبة بصدفت كده أول لعبة بتشارك في الألعاب الأولمبية فعملوا عروسة جديدة كانت هذه الأشياء التي تجعلني جميلة جداً ومساعدتني لإمكاني مدالة أوليبية كنت أريد أن أصدقائي لديه جميلة جداً انظر أتمنى أن أصدقائي بإطلاق نار في قاعدة جوية بولاية أوهايو الأمريكية وأحياناً كثيراً في مثل هذه النوايات من إطلاق النار بيعلنوا عن أنه في إطلاق نار بس ما بيكونش فيه متابعة لتفاصيل أكتر أطباء بلا حدود بتحذر من ارتفاع أعداد المهاجرين عبر نهر أفروس لليونان وبرضو دي المشكلة زي موضوع أنه ناس من داعش تدخل على تدخل تركيا ومن تركيا تروح إلى أوروبا نفس الحكاية برضو بالنسبة لأعداد المهاجرين اللي هما بيبقوا عن طريق السواحل في بقى إيران الحياة احتاجات في مدن إيرانية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وصل الأمر بهم أنه هما بيرفضوا الخامنئي وبيحرقوا سور وبيحرقوا سور لروحاني ورفضين هذه الحكومة ورفضين أيضا الوصاية الدينية ولأنهما بيمروا الحقيقة بأمور كثيرة جدا جدا من ناحية الاقتصادية الأنباء الواردة من إيران قالت بأن عدة مدن تشهد احتجاجات لليوم الثالث على التوالي بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار سعر العملة ونقص امدادات المياه والكهرباء والتظاهرات دي اتسعت لتشهد مدن كثيرة من المدن الإيرانية زي مشهد وشراز وغيرها واستمرت التظاهرات كمان والإضطرابات في مدينة أصفهان اللي شهدت أول شرارة للاحتجاجات ودي مش أول احتجاجات ويمكن خدق دبالكم برضو أنه لما دونالد ترامب كان بيقول أنه إيران هتردخ للحوار وكان بيشير برضو لعدم الاستقرار اللي عندهم وللحالة الاقتصادية وكل الألق ده كمان ولسه أمريكا هتفرض العقوبات كمان كم يوم على أكثر على إيران وبالتالي الأمر ده طبعا يعني في غاية الخطورة وهنشوف هيؤدي إلى إيه أنا زي ما قلت لكم أن أنا كنت عايزة أعرض الفيديو الخاص بالموضوع بتاع الطباعة السلسية الأبعاد أو الطباعة السلسية الأبعاد علشان موضوع يا جماعة أن هي تقنية سلسية الأبعاد اللي بتخلي يحصل إنتاج لسلاح هذا السلاح من البلاستيك وإزاي يمسل خطورة شديدة جدا فيه أنه ممكن يستغل طبعا لعمليات إرهابية فمعليش لازم أعرض التقرير ده وحاول بعض التقرير ده هكون سريع جدا في بعض الأخبار كده بشكل سريع تعقبها ومن الصعب الكشف عنها ومن السهولة بمكان الحصول عليها هذه هي خصائص الأسلحة التي تتم صناعتها عبر وسائل الطباعة ثلاثية الأبعاد وهي تقنية طرحت قبل سنوات في الولايات المتحدة عبر شركة متخصصة في ولاية تكساس هذه الشركة التي تعرف باسم Defense Distributed تريد أن تطرح مجموعة من التصاميم لأسلحة مختلفة على شبكة الإنترنت بشكل يمكن تحميله عبر أي جهاز حاسوب ليقوم من يحصل على التصميم بعد ذلك بالحصول على قطعة السلاح عبر طباعتها على الطابعات الثلاثية الأبعاد وبالطبع هذا النوع من الأسلحة النارية باهظ الثمن ومن السهل أن تتفكك أجزاؤه لأنها في الغالب مصنوعة من البلاستيك هذه التقنية عادت إلى الواجهة مؤخرا بعد أن توصلت الشركة المنتجة إلى تسوية مع الحكومة الفيدرالية الشهر الماضي تسمح لها اعتبارا من اليوم بنشر تصاميمها على موقعها الإلكتروني غير أن التسوية أوقف العمل بها بعد أن أصدر قاض فيدرالي في سياتل أمرا بفرض إجراءات تقييد مؤقتة بعد شكوى رفعتها ثماني ولايات ضد إدارة ترامب وصفت فيها التسوية بأنها اعتباطية وغير سوية هذا يعني أنه لو قام أي شخص أو أي جهة بوضع هذه المعلومات على الإنترنت فإنه بذلك يخرق قانونا فيدراليا وهما كان عليه الحال في السابق قبل أن تتخذ الحكومة الفيدرالية قرارها غير المناسب بالسماح بهذا الأمر وإن فعل أحد ما ذلك فسيعرض نفسه لحواقب خطيرة جدا في المقابل دعت مجموعة من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مراجعة هذا القرار والعزوف عنه فجأة سيكون من المتاح نشر تصميم على الإنترنت لصنية أسلحة يمكن لها أن تتفادى أجهزة التعقب في المطارات والموانئ والمباني الحكومية وحتى في بعض الملاعب الرياضية هذا الأمر ينافي المنطقة السليم ترامب قال إنه ينظر في القضية مضيفا أن فكرة السماح للعام بالحصول على أسلحة منتجة عبر تقنية الأبعاد الثلاثية لا تبدو منطقية بشكل كبير من جانبها تعهدت الشركة المنتجة لهذه التصميم بمتابعة سعيها القانوني للسماح لها بنشر ما لديها مشيرة إلى أن القرار القضائي الأخير يتنافى مع حرية التعبير تقنية السلاح بالأبعاد الثلاثية من شأنها أن تضيف فصلا جديدا للجدل الدائر بخصوص امتلاك الأسلحة النارية في الولايات المتحدة خاصة في ظل وقوع العديد من حوادث إطلاق النار الجماعي بشكل متكرر زي ما شفته عشان جدا أنا قلت لكم موضوعه ده مهم جدا جدا السلاح ده صعب بتعقبه وبلاستيك وبتفكك فده هيكون ومسل خطورة شديدة جدا في تونس تم اعتقال تونسيين لعلاقتهما به هجوم بايولوجي فاشل في ألمانيا والشرطة الألمانية بيقال أنه أحبطت هذا الهجوم في يونيو وكان فيه هجوم بكمبيلة بايولوجية في مجموعة تنتمي لجماعة إرهابية صاطت على بنك فيتونس برضو موضوع أنه التمويل فالإرهاب بيسطع على بنوك أو بيدخل في تجارات مختلفة علشان خاطر طبعا يعني يكون فيه تمويل